هل هناك مرضى وحالات عندكم ماتوا من وراء نقص الأدوية؟ أنا أكيد نقص الأدوية أدى لوفاة بعض المرضى أنا متأكد فيني أقول لك في عندي مريض راعة مستشفى بس لأنه ما في قادر يدور مكانة الأكسجان ببيته بس يعني كان عم يضطر يدفع ويتدين لمستشفى ومستشفى عم تاخد تخت اللي هو نحن عم نشوف أداة تمين تخت المريض اللي هنستعمله لأنه إذا قعد بالبيت بده يختنق ويموت وما في دور مكانة الأكسجان تبعيته مثلاً أين يقطع عندكم حالات هكذا؟ يعني حالات أنه ما كنا نتخيل نسمعها في لبنان كل يوم أكثر من اللي قبله كل يوم أكثر من اللي قبله أكيد شايفتك يمتع تبكي وتتأثر على هذا الموضوع أين تعيش هذه المعانات اليومية معهم؟ يمكن نوع عملنا في بعض أكيد أمراض أطباء الأمراض الخبيثة والكانسر بس أنا كالطبيب رواية وعيني فائقة كمن نوع مرضاي بيكون عاطن مريض أكتر من العادة وحياته بتكون على المحق أكتر وللأسف عم نشوفها كتير أنه في مرضى يعني في دواء أزان قطع ما بيموت الواحد تاني يوم بس منعرف أنه بدل ما يكسب حيات معينة أو يربح حيات أكتر رح يخسرها وهيدي بنعرف أنه جاي جاي حتى لو ما شفنا يتوفى قدامنا اليوم بنعرف أنه للأسف وضع حيكون صعب كتير إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر